بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحزن سواك فيه شيئا يا رب العالمين مرحبا بكم أيها الأحباب وهذا المجلس التاسع عشر من مجالس السيرة النبوية سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسى الله تبارك وتعالى كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا ودخله كنا توقفنا في المجلس الماضي عند الجماعة أو القوم الذين أسلموا ولم يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الحملة الإعلامية القراشية على النبي صلى الله عليه وسلم كان من إخفاقاتها بالنسبة لقريش ومن مزاياها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الإسلام انتشرت في قبائل العرب فلما سمع بهذه الدعوة أناس أقبلوا وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي لم يصل إليه ما لم نقله في المجلس الماضي وينبغي أن نركز عليه هنا هو سنة النبي أو أسلوب النبي أو خطة النبي في استبقاء عدد من المسلمين خارج مكة ما يحب أن يسميه الجماعة الإداريين والمخاططين احتياط استراتيجي يعني النبي لم يقبل لم يدعوهم معه إلى مكة لأنه كان مضطهدا في ذلك الوقت وإنما قال لهم يعني لكل واحد منهم أن يبقى في مكانه وفي قبيلته فإذا سمع به قد ظهر فليأته فإذا فمن البداية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تكون جملة المسلمين كلهم في مكة وحدها تمام؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد حين أيضا نناقش مسألة الهجرة إلى الحبش بقي أن نبدأ في متابعة خط سير الدعوة الإسلامية وهو بداية التعذيب لمن أسلموا نحن ذكرنا أن قريشا واجهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسائر ما استطاعوا من التشويه ومن الإشاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن ساحر شاعر مجنون تمام؟ يفرق بين الرجل ولده والمرء وأبيه وذكرنا أنه لم تكن قريش بقادرة على أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه لماذا؟ حد فاكر؟ لماذا لم تكن قريش؟ لماذا لم تسعى إلى قتل النبي؟ لأنه كان في حماية قبيلته تمام؟ فكل محاولات قريش هي محاولات النجاح من حرب أهلية وهذه من مزايا أو من سنة الله في أنبيائه أنه يبعثهم في أشراف أقوامه بحيث الدعوة يكون لها حماية طبيعية حتى تقوى وتشتد وتستوي على سوقها تمام؟ ولذلك النبي قال ما بعث الله من نبي إلا في ثروة من قومه ونجد هذا في قول الله تعالى قال يا شعب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رختك لرجمناك وفي قوله تعالى عن قوم سيدنا صالح قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله يعني عملية اغتيال وكمنه سنتورأ منها لذلك سذهب أول المحاولات محاولات وعد هذه الدعوة أن ذهبوا إلى أبي طالب أبو طالب ده زعيم بني هاشم زعيم بني عبد مناف ذهبوا إليه ثلاث مرات المرة الأولى كلموه فرد عليهم ردا رفيقا ويعني خفض منهم وردهم ردا جميلا فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يدعو إلى الله ذهبوا إليهم مرة أخرى لكن هذه المرة كانت لهجة شديدة هذه المرة كانت تهديد بالحرب الأهلية قالوا يا أبا طالب إنا والله لا نصبر على ما نرى من شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا ولقد استنهيناك عن ابن أخيك فإما أن تنههوا وإما أن نجادلك وإياه نجالدك نجالدك وإياه حتى ما يبقى بها إلا أحد الفريقين كانت تهديد بحرب أهلية ومكة كلها ستكون عدوا لبني هاشم أو بني عبد مناف فعندئذ خاف أبو طالب وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا ابن أخي لا تحملني وقومك ما لا نطيق فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه قد ضعف عن نصرته فماذا قال له؟ قال له الكلمة المشهورة التي نحفظها جميعا قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يبلغه الله أو أهلك دونه ما ترغب طبعا هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة يا جماعة تمام؟ الرواية بهذا اللفظ ضعيفة لكن الرواية الصحيحة فيها نفس المعنى الرواية الصحيحة هي قوله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم قال هل تستطيعون أن تستشعلوا منها شعلة؟ يستطيع أحدكم أن يأتي من هذه الشمس بشعلة؟ فما أنا بقادر على أن أدعى هذا الأمر منكم على أن تستشعلوا من هذه بشعلة فالمعنى قريب لكن فيه معنى إيه؟ فيه معنى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ الثبات الذي لا يتزحزح فعندئذ رأى أبو طالب من ابن أخيه هذا الإصرار فقال امضي ابن أخي وقال والله ما كذب ابن أخي قط فامضي لما أمرك ربك به فوالله لا أسلمك أبدا ونرجع هنا إلى القول بأن الصدق رأس مال الداعية الصدق رأس مال الداعية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هناك مجرد شك في صدقه لكان سيكون موقف عمه أضعف بكثير لكن لأن النبي لم يكذب أبدا وذكرنا أن النبي أصلا اعتمد على هذا الصدق الذي هو مشتهر به لما أعلن الدعوة قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي توشك أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط الصدق رأس مال الداعية فهنا أبو طالب لما رأى من ابن أخيه صلى الله عليه وسلم هذا الإصرار وهذا الثبات وهذا الإيمان اشتد في موقفه وظل على حمايته لابن أخيه طبعا أبو طالب كان معظما في قومه المحاولة الثالثة كانت محاولة أقرب للمساومة جاءوا إلى أبي طالب براجل اسمه عمارة بن الوليد أو عمارة بن الوليد العرب كانت تقول عمارة وليس عمارة فقالوا يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش أنهد فتى في قريش تشبه دلوقتي يعني إيه حول أن أقربها بلفظ معاصر يعني بطل كمال الأجسام عندنا في مصطلحنا المعاصر أنهد فتى في قريش يعني أقوى وجسم يعني حاجة عظيمة جدا فنعطيه لك على أن تسلمنا ابن أخيك فإنه قد سب دينك وآلهتك ما هو أبو طالب دا إيه برضو ما هو كافر لم يؤمن بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو رجل برجل فقال بئس ما تسومونني تعطوني ولدكم أغذوه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه تمام فهنا بهذه المحاولات الثلاث على فترات أغلق الطريق مع أبي طالب وبدأ التفكير الآن في تعذيب من أسلم ولكن أيضا التفكير في تعذيب من أسلمه كان تفكيرا يعني كان تعذيبا ضمن القانون والدستور كان تعذيب ضمن إيه؟ ضمن القانون والدستور لأنه الآن لو كل لو أي واحد كافر عذب مسلما فاحتمال الحرب الأهلية قائم فلذلك الحل الذي توصل إليه هو الحل الذي يسمح به القانون السائد في مكة وهو أن تنقلب كل قبيلة على من أسلم منها أن تنقلب كل قبيلة على من أسلم منها وبالتالي يتجنب وقوع الحرب الأهلية أو يتجنب الخرق للقانون والدستور السائد لأن دلوقتي كل واحد كل قبيلة لها السيادة على من فيها لو الواحد عذب عبده أو عذب مولاه محدش هيكلمه صح؟ فكل واحد حر يعذب إيه؟ يعذب الذي تحت يده طيب فده تعذيب على وفق القانون والدستور يشبه إيه في موقفنا الحالي أو في وضعنا الحالي؟ طبعا إحنا الآن ما عندناش قبائل عندنا إيه؟ دول أيوة ما شاء الله عليكم عندنا دول وبالتالي فالدولة التي تعذب أحد مواطنيها هي حرة عندها السيادة الكاملة ولو أي منظمة حقوق الإنسان قالت هنا تعذيب يطلع المتحدث باسم الخارجية يقول إيه؟ هذا تدخل في الشؤون الداخلية فكل دولة وهي حرة في المواطنين بتوحى تمام؟ فالإنسان الآن عبد الدولة يعني لو إحنا بنقرب الصورة الإنسان الآن عبد الدولة ولذلك الدولة هي المنفردة بالتصرف فيه تعطي له تصريح فيسافر أو تمنعه من السفر تجدد له الإقامة تجدد له الجنسية البصبور تحرمه من التعليم تحرمه من حقوقه المهم السيادة الآن على المواطن لم تعد للقبيلة عادت لمن؟ للدولة فالآن قريش بدأت في التعذيب وفق القانون والدستور كل واحد أو كل قبيلة تنقلب على من أسلموا منها بحيث لا يعتدي أحد الناس على من أسلم ضمن قبيلات أخرى فهنا تحصل مشكلة في السيادة تمام؟ أو يحصل هذا التدخل في الشؤون الداخلية طيب جميل طبعا يا جماعة الخير بالمناسبة برضو لكي يعني أنت طبعا أكيد متابعين الأخبار الآن فمتابعين الحراك الذي يحصل في أمريكا حراك الطلاب الجامعات الذي يحصل في أمريكا نصرة لغزة تمام؟ في البداية سبوهم باعتبار أن هذه مظاهرة واعتصام وفق القانون والدستور تندافع عن حق التعبير لما الموضوع زاد وبدأ ينفلت ماذا تفعل الدولة؟ تغير القانون ولذلك صدر قبل يومين في الكونجرس قانون أي وقانون يعيد تعريف معادات السامية فلما يعيد تعريف معادات السامية يوسع التعريف فيصير هذا الذي يحدث داخل في دائرة المحظور يعني جعل الحلالة حراما يعني الوضع قبل صدور القانون يختلف عن الوضع إيه؟ بعد صدور القانون وهذه هي كنا ذكرناها قبل الآن وأنا أرجو أن لا تنسوا هذا لأن هذا أمر في غاية الخطورة التشريع القدرة على التشريع أو صلاحية التشريع هي أخطر أخطر صلاحية يتولها بشر البشر الذي يملك أن يجعل الحلال حراما والحرام حلالا والصواب خطأا والخطأ صوابا هو قادر على التحكم في من يحكمهم ولذلك مزية الإسلام العظمى أنه نزع حق التشريع من البشر وجعله لله وحده وحق التشريع يا جماعة الخير هو بمصطلح علمائنا هو عبادة العباد للعباد لما قال سيدنا ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد ما معنى هذا الكلام؟ الشخص الجهة التي تملك أن تجعل الحلال حرام تملك التشريع هذه هي العبادة ولذلك لما سأل عدي بن حاتم الطائي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلق قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم قال أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم قال فتلك عبادتكم إياهم تمام؟ وهذه يعني الإسلام ينفرد عن كل المناهج والديانات الأرضية بهذا أن التشريع في الإسلام يعني التحليل والتحريم يعني التصويب والتخطئة هو بيد الله وحده ليس بيد السلطان ليس بيد الأمير ليس بيد الحاكم فلذلك لا يملك أحد من الناس أن يجعل الحلال حراما ولا أن يجعل الحرام حلالا طبعا وهذه هي المعضلة حقيقة هذه هي المعضلة أن الإسلام فوق الدولة ولا الدولة فوق الإسلام يعني المشكلة بين العلمانية والإسلام هي إيه بالضبط؟ الإسلام فوق الدولة ولا الدولة فوق الإسلام؟ المسلمين مؤمنين أن الإسلام فوق الدولة العلمانية تريد أن تكون الدولة فوق فوق الإسلام وفوق بقية الديانات تمام فلذلك زي ما أنتم شايفين كده اللي حصل في أمريكا الآن هو إيه هو إن الدولة بموقعها وبصلاحيتها لها صلاحية التشريع لها صلاحية الألوهية التي يسميها الشيخ سيد قطر رحمه الله الحاكمية وسعت القانون علشان تحتوي الذي كان بالأمس مباحا وحلالا لأنه صار الآن يهدد هذه المنظومة طيب جميل ختمنا المجلس الماضي بالحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث الأشهر في مسألة التعذيب وهو قوله عبد الله بن مسعود كان أول من أعلن إسلامه أو أول من جهر بإسلامه سبعة رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله فمنعه الله بقومه عمه أبي طالب واضحة وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه هو من بني تيم سيدنا أبو بكر كما قلنا رجل من نخبة الجاهلية كان رجلا تاجرا وإلفا مألوفا وهو مؤرخ قريش أعلمها بأنسابها وأيامها تمام؟ وأما سائرهم يقول ابن مسعود فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا خلاء بلال فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله تمام؟ طبعا لا أدري هل منكم أحد جرب حر مكة ولا لا أو جرب الحر بشكل عام طبعا إحنا عايشين في اسطنبول اسطنبول إحنا كنا جايين من تلاجة دلوقتي أجزاكم الله خير ونجعله في ميزان حسناتكم طبعا أن تكون في حر وأن تلبس أدراع الحديد وأن تصرف الشمس هذا يا جماعة الخير عذاب شديد عذاب شديد إلى درجة إحنا لازم نبقى عارفين أن الصحابة وإن كانوا في الدرجة الأولى من البشر إلا أنهم بشر يعني هم صحيح الدرجة الأولى لكنهم في النهاية بشر حتى قال ابن مسعود فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما يريدون يعني نطق بكلمة الكفر التي يريدون خلى بلال فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله طبعا هنا أصلا تعبير هانت عليه نفسه في سبيل الله ده تعبير عجيب وكأن سيدنا بلال خرج من طبيعته وربما من غريزته وكان قلبه وكانت نفسه أعظم من أن تتأثر بالعذاب الذي ينزل بالجسد فكان صفوان كان أمية بن خلف كان هو عبدا عند أمية بن خلف كان أمية بن خلف يخرجه إذا اشتدت السماء أو إذا اشتدت الحر إذا اشتدت الظهيرة يخرجه إلى بطحاء مكة ويعطيه يعني يقيده بحبل ويلقيه إلى الصبيان فكانوا يضعونه في الرمضاء ويضعون على صدره صخرة كبيرة فلا يفتأ يقول أحد أحد تمام طيب الحقيقة يجب هنا أيضا أن نتوقف عنده أنه نحن يجب أن نتعلم وأن نفهم أن التعذيب يا جماعة الخير أمر لا يقف أمامه أحد يعني نحن على فكرة أجيالنا هذا حق أجيالنا منذ أن ظهر الإعلام وظهرت الروايات هذه الأجيال بقى عندها تصورات رومانسية للحياة طبعا أنا لا أدري ما القصص التي يقرأها أهل هذا الجيل لكن جيلي على الأقل كان يقرأ رجل المستحيل أدهم صبري يعني لا أدري أدركه أحدكم ولا لا لكن طبعا أدهم صبري ده كان طبعا يعني باعتباره رجل مخابرات مصري كان قدرات أسطورية كان بيتكلم أي لغة وبيسوء أي حاجة وبيضرب أي حد يعني ويستطيع الصمود أمام أي تعذيب سواء التعذيب في سيبيريا ولا التعذيب في رمال إفريقيا يعني الآن لا أتكلم فقط على مسألة الروايات ولكن حتى على مسألة الأفلام والمسلسلات هذه الأجيال صار عندها نزعة رومانسية تتصور أن البطل يفارق طبيعته البشرية هذا غير صحيح النادر من الناس هو من يتحمل التعذيب النادر النادر الذي لا حكم له بينما غالب الناس يهزمهم التعذيب وليس في هذا عيب ليس في هذا عيب طبعا الإنسان مطالب أن يصبر ما وسعه الصبر لكن الله تبارك وتعالى عفى عن الذي نطق بكلمة الكفر ففي عمار نزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تمام؟ وهذه الأنة لما أكلمكم مثلا عن سيدنا واحد زي سيدنا المقداد ابن عمر سيدنا المقداد دا يا جماعة كان بطلا كبيرا يعني أنت لما تقرأ في الرواية المقداد وترى ابن مسعود يذكر أنه واتهم على ما أرادوا المقداد دا كان أحد الأبطال الكبار لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا عمر بن العاص كان يفتح مصر وقال له أريد أربعة آلاف أو أريد ثمانية آلاف رح سيدنا عمر بعط له أربعة آلاف وبعط له معهم أربعة قال معك أربعة آلاف وأربعة رجال الواحد منهم بألف فمعك ثمانية آلاف طبعا فاصلنا دا كنا نحن مش نقصين هزار دلوقتي يعني مش أنا مش بكلمة جدد نحن ندخلين حرب لكن هو سيدنا عمر كان يقصد فعلا أن الأربعة دول بألف منهم المقداد فأنت لما تجد بطلا ضخما يعد في الرجال بألف فتعرف مدى التعذيب ومدى الشدة التي نزلت بالمسلمين وسبحان الله يعني في سيدنا المقداد هذا تتذكر حديثا أحد التابعين كان اسمه جبير بن نفير تمام؟ اسمه جبير بن نفير كان جالسا في مجلس أيام التابعين بقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المقداد فقال طوبى لهاتين العينين رأت رسول الله تمام؟ يعني الواحد لما ينظر إلى عيني سيدنا المقداد يتأمل أن العينين دول رأت رسول الله قال فغضب المقداد وتغير فكنت أعجب ما قال الرجل شرا ده واحد يقوله إيه التابعي يقول قوبى لعينين رأت رسول الله وددنا لو كان لنا ذلك يقول فغضب المقداد فصرت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا أو ما قال شرا ثم أقبل المقداد يقول ما يحمل أحدكم أن يتمنى أن يشهد مشهدا قد غيبه الله عنه باللهجة العمية ليل واحد فيكم يتمنى يبقى موجود في مكان أو في موطن والله قد اختار له ألا يشهده أنا أذكر هذا الحديث لأعبر لك عن إيه عن الشدة التي كان فيها سيدنا المقداد يقول لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الأنبياء وفي قوم ما يرون دينا أحسن من عبادة الأوثان ففتح الله للإسلام يعني شرح له صدور قوم وأضل قوما آخرين فكان الرجل إذا أسلم يرى أباه أو أخاه أو ولده في النار كأنه ما مش هيسلم يقول فكانت شدة وكانت محنة إن الإنسان شرح صدره للإسلام وأخوه يقول وحبيبه يعرف أنه في النار ولقد شهد رسول الله قوم ثم كفروا به المحد يعني أنت الذي تتمنى أن ترى رسول الله لو كنت قد يعني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري هل كنت من المؤمنين به أو كنت ممن يعني ينحاز إلى عائلته ينحاز إلى مصالحه ينحاز إلى عصبته ينحاز إلى ما تعود عليه وألفه فالآن فسيد المقداد يقول لهم يعني قد غيبكم الله عن هذا المشهد فنجوتم بهذا من المحنة ومن الشدة ومن الفتنة التي كانت موجودة في ذلك الزمن فانت حين تسمع هذا الكلام من سيد المقداد بعد حوالي ثلاثين سنة شوف تستشعر فعلا شدة العذاب الذي تعرض له سيدنا المقداد رضي الله عنه تمام طيب يعني حاديث التعذيب معروفة لكن هنا يعني أود أن أفرق بين أمرين وهذا الأمر يا جماعة الخير أيضا تستقيم لكم به فهم السيرة النبوية في المرحلة المكية النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول أن التعذيب الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى مرحلتين في مكة مرحلة قبل وفاة عمه أبي طالب ومرحلة بعد وفاة عمه أبي طالب المرحلة الأولى التي قبل وفاة عمه أبي طالب هي المرحلة التي نستطيع أن نقول اقتصرت على السب والشتم والسخرية والاستهزاء ونحوها أما ما تسمعونه من أحاديث ألقوا عليه سل الجزور عقب بن أبي معيط وقد خنقه خنقا شديدا ونحو هذه الأمور التي مس فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كانت بعد وفاة عمه أبي طالب تمام فالحاديث التي تقرؤونها يجب أن تفرقوا فيها بين هاتين المرحلتين لكن من الصحابة بالذات طبعا ممن كانوا من العبيد فوجدوا بلاءا شديدا منهم سيدنا خباب بن الأرط سيدنا خباب هذا كان عبدا مملوكا وكان يعمل حدادا وكان عبدا لامرأة تسمى أم أنمار فلما عرفت أنه أسلم كانت تحمي سيخ الحديد فتضعه على ظهره أو على رأسه حتى يغشى عليه وذات يوم جعلوا له فرشوا له على الأرض حجارة الجمر يعني اعتبر الفحم حجارة الجمر ووضعوه عليها يقول سيدنا خباب وهو يصف هذا لسيدنا عمر يقول فما أطفأ الجمر إلا الدهن الذي نز من ظهري فكشف عن ظهره فإذا هو قد برس أو فإذا هو عظم بلا لحم هذا سيدنا خباب ولذلك سيدنا خباب هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا الرواية المعروفة في البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال غضب وقال لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم يعني في الأمم السابقة فيوضع المنشار على مفرق رأسه فما يدعه حتى يجعله نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه وعصبه ولكنكم قوم تستعجلون والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صدعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه طيب هنا الوقفة التي وقفها كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بالرأفة والرحمة يعني لماذا كان رده على سيدنا بلال هذا الرد الشديد سيدنا خباب هذا الرد الشديد وطبعا سيدنا خباب أيضا لم يتعرض لتعذيب هيند يتعرض لتعذيب شديد يعني أفضل ما رأيت من أخوال العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى في خباب بعض الضعف أو بعض القنوط فلذلك أراد أن يعالجه هذه المعالجة وإلا فهو هو صلى الله عليه وسلم حين كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشد من نفسية صحابته نفسية سيدنا خباب وإن هذا الأمر الذي نحن فيه أمر قد تعرض في سبيله للأذى كل من آمنوا ليس من هذه الأمة فقط ولكن حتى من الأمم السابقة فضرب له المثل بأعظم مما عذب به بلال رضي الله خباب رضي الله عنه تمام وإذا نظرنا في ذلك الوقت فسنجد أن الذين عذبوا كما قلنا كانوا عبيدا أو كانوا أحرارا لكن تولى تعذيبهم قومهم فمن أشهر من عذبوا عامر بن فهيرة وذكر عنه أنهم كانوا يعذبونه حتى يغشى عليه ولا يدري ما يقول يعني حتى يغيب عقله ومنهم أبو فكيهة وهذا مولى واسمه أفلح وهذا أيضا يشبه سيدنا بلالا في التعذيب لكن أبا فكيهة هذا يعني لم يكونوا يضعون الحجر على صدره كما هو حل بلال ولكن كانوا يبطحونه على الأرض في الظهيرة في الرمضاء ويضعون الحجر على ظهره لألا يتحرك فكان أيضا يعذب حتى يغمى عليه وخنقوه أحيانا خنقا شديدا حتى ظنوا أنه قد مات فألقوه فهذا أيضا اشتراه أبو بكر وعمر بن فهيرة اشتراه أبو بكر والجواري من المشهور زنيرة جارية طبعا عمر بن فهيرة كان عند قوم من الأزد كان مولى من الأزد زنيرة هذه كانت جارية عند قوم يقال من عبد الدار فهذه أيضا لما عرفوا أنها أسلمت عذبوها فاشتراها أبو بكر وأعتقها فلما أعتقها ذهب بصرها سبحان الله البلاء فكانوا يقولون ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة فكانت تقول بلاء اللات والعزة لا يضران ولا ينفعان وما أذهبه إلا الله وإن شاء الله رده علي فأصبحت وقد رد الله عليها بصرها فكانوا يقولون هذا بعض سحر محمد أنت الباطل لن تجد معه أسبيلا إذا وقع الضرر قالوا اللات والعزة وإذا جاء النفع قالوا بعض سحر محمد وكذلك تذكر جارية اسمها النهدية وابنتها وتذكر جارية بني مؤمل وهذه من بني عدي وكل هؤلاء أعتقهم أبو بكر يعني أشهر سبعة أعتقهم أبو بكر رضي الله عنهم هؤلاء السبعة بلال وعمر بن فهيرة وأبو فقية وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل وسأتذكر السابع إن شاء الله فالقصد أنه سيدنا أبو بكر كان أعتق هؤلاء حتى مشهور ما قال له أبوه قال يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا طبعا زمان كان الذي يشتري العبيد كان يشتريهم لماذا للخدمة للحراسة للتقوي بهم قال فلو أنك أعتقت أو يعني فلو أنك اشتريت رقابا جلدا جلدا يعني أقوياء يمنعونك قال يا أبتي إنما أريد الآخرة لا أريد الدنيا فهؤلاء السبعة واجارية بني مؤمل هذه قلت لكم كانت عند بني عدي لهم قوم عمر وكان يعذبها عمر قبل إسلامهم فكان يضربها حتى يمل هو طبعا أنا أريدكم أن تتخيلوا واحد زي سيدنا عمر بقوته وعزمه وصبره سيدنا عمر اللي وصار الرجل الثاني في الإسلام متخيل لما واحد زي ده يعذب جارية ثم لا يتركها إلا أن يمل هو يعني متصورا دي كانت تخرج من تحت يده يعني منتهية فكان يقول لا أتركك إلا ملالا فكانت تقول جعلك الله كذلك يعني الله هو الذي أمل لك من هذا فاشترها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهناك الذين كانوا أحرارا ولكنهم عذبوا أشارهم سيدنا مصعب بن عمير سيدنا مصعب بن عمير كان أنظر فتى في قريش وأنا عما فتم في قريش ويعني شاب من النخبة إليت يعني وكانوا يتحدثون عن سيابه وعن وعن ريحه فكانوا يقولون مر منها هنا يعني رجل متعطر إلى درجة أنه تشم ريحة عطره بعد أن يمضي من المكان ويقول وكانت له مشيات يعرف بها رجل مختال يعني يعني أتصوره لو كان في زماننا هذا كان يبقى ركب عربية آخر موديل اللابس أحدث مركات رجل بهذا الشكل يعني طبعا نحن ذكرنا قبل ذلك من سمات السابقين الأولين أنه من أهم ما يتميز به السابقون الأولون هو الاستقلال في القرار والعزم أن هؤلاء استطاعوا رغم ظروفهم الاجتماعية المختلفة أن يكونوا أصحاب قرار في أنفسهم وأن يكونوا أهل عزم على تنفيذه يعني سيدنا بلال ده واحد عبد عبد يعني نشبهه في زماننا مثلا بمن يخدم الخادم في البيوت طيب كيف لهذا الخادم في البيوت أنه يعني كان واعيا ومستوعبا أنه نشأ حزب سياسي جديد فحرص على الانضمام إليه والحزب محظور والانضمام إليه يعرض للمحكمة العسكرية تمام؟ لكن سيدنا بلال على كونه عبدا إلا أنه كان لديه من قوة الشخصية ومن استقلال القرار ومن القدرة على النظر والتفكير واتخاذ القرار والصبر عليه طيب ده سيدنا بلال عبد طيب إيه اللي يخلي واحد من نخبة نخبة؟ أصلا يا جماعة الخير من السنن أن أعداء الدعوات هم المترفون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أباءنا على أمتهم وإننا على أثارهم مقتدون كلا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين المترفين بشكل عام هم أعداء الدعوات بشكل عام فأن يخرج من هؤلاء المترفين رجل يترك كل ما هو فيه وسيدنا مصحب منذ أن دخل الإسلام وقد منعت عنه أمه ما كانت تعطيه من المال يقول الصحابة ويذكر عبدالله المسعود قال فكنا نرى جلده يتحشف في روايات يتخشف مثل جلد الحية طبعا نحن حتى لو معرفنا شيء يعني يتحشف ولا يتخشف لكن الكلمة نفسها تدل على الرجل الذي كان ناعما طيب الثياب وظل هكذا إلى أن مات يعني سيدنا مصحب لم يرى نعيما ولما مات في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عنده إلا ثوب واحد إذا غطوا رجله بدت رأسه وإذا غطوا رأسه بدت رجلا فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد شهدت هذا وما بما كتفة أنعم منه عيشا طيب سيدنا عثمان بن عفان أخذه أمه فكان يلفه في حصير النخل ويدخنه من تحته يعني يشبه الآن أن أنت قاعد في مكان مغلق وأطلقت عليك قنابل مساء للدموح ملفوف في حصير من النخل وإيه والمكان دخن عليك فكان يغشى عليه رضي الله عنه طبعا بعض الناس لم يقدروا أو لم تسمح ظروف العائلة إنهم يضطهدوهم بدنيا فبعضهم اضطهدوه نفسيا ومعنويا مثل سيدنا سعد بن أبي وقاص هذا قالت له أمه والله لا آكل ولا أشرب ولا يمس رأس الماء حتى ترجع عن دينك ولا تستهينوا بهذا يعني الآن ربما نحن في عصر العقوق فيه كثير لكن في زمان العرب كان البر بالوالد والبر بالوالدة من مكارم الأخلاق يعني أبو جهل اللي هو أبو جهل ده كان من مكارم أخلاقه أنه بر بوالدته تمام وفكيف بالذي كان يعرف أصلا بالبر يعني نحن في زماننا هذا كثير من الناس يرجع عن طريق الالتزام والصلاح مراعاة لأبيه ومراعاة لأمه يحدث ولا لا كثير لكن سيدنا سعد بن أوقاس قال يا أمه والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين المهم يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا الدين الذي وصلنا الآن ونقرأه في المجالس ونعرفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة إنما جاء عبر الدماء والأشلاء والعذاب لم يأتي لنا بسهولة فالصحابة رضوان الله عليهم يعني كم تحملوا وكم صبروا في سبيل الله سيدنا سعيد بن زيد مثلا كان يقول سيدنا سعيد بن زيد هو ابن عمر بن الخطاب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وذكرنا إنه عمر بن الخطاب ابن نفيل وكان زوج أخته يقول فوالله لرأيتني وإن عمر لموثقي مكتفني أنا واخوه على الإسلام قبل أن يسلم فيعني الخلاصة إنه مشاهد التعذيب التي نالها الصحابة مشاهد من وقف أمامها عرف أن هذا الدين عزيز وأنه لم يأتي إلينا بهذه السهولة طيب طبعا أول من استشهد تحت التعذيب من؟ أول من استشهد ياسر نعم ياسر والد عمار نعم وياسر والد عمار كان رجلا عجوزا وضعيفا وكان أبو جهل طبعا أنا كويس أن أفرق بين هذا وذاك يا جماعة الخير هناك فارق بين العبد والمولى هناك فارق بين العبد والمولى العبد يباع ويشترى العبد يباع ويشترى تمام؟ لكن المولى ليس عبدا ولكنه ملحق بالقوم لصيق بالقوم تابع للقوم اعتبره خادما للقوم طيب كيف صار مولى؟ يعني أمور كثيرة لكن العادة كانت إن العبد إذا اعتقه سيده لأنه طبعا زمان ما كانش فيه شيء اسم دولة ما كانش فيه شيء يعني يعني ما عايز أقول لي هوية الإنسان في ذلك الزمن كان انتماؤه إلى قبيلة أو إلى عائلة هذه هويته وإلا صار بلا حقوق صار مضيعا فلذلك العبد إذا اعتق وكان لا يعرف أهله أو كان انقطع ما بينه وبين أهله العصب يعني النسب والدم فإنه يصير ملحقا بالقوم الذين كان عبده يصير مولا لهم تمام ولذلك يعني سيدنا أبو بكر حين أعتق هؤلاء هؤلاء صاروا يعرفوا بأنهم موالية لأبي بكر تمام فالعبد كان يباع واشترى لكن آل ياسر كانوا موالية لبني مخزوم بني مخزوم نحن ذكرنا هم القوم الذين منهم أبو جهل ومنهم الوليد بن المغيرة فهؤلاء كانوا قد أعتقوهم وصاروا موالية لهم فكانوا هم الذين تولوا تعذيبهم وطبعا الذين تولوا تعذيبهم إحنا لما نقول بني مخزوم يبقى من اللي تولى التعذيب ده الراجل كان ماسك الملف إحنا سيأتي معنا أبو جهل أبو جهل ده كان ماسك ملف الإسلام في مكة تمام ده واحد لما يحس إن الدنيا هدية يقولهم أتتركون محمدا يعفر وجهه أمامكم له يعني لو الدنيا هدية هو مبادر ويروى عن أبي جهل أنه ما كان يسمع بأحد قد أسلم إلا ذهب إليه تحصوا بقولك ماسك الملف ومدير قسم مكافحة محمد في الأمن الوطني وأمن الدولة ما يسمع بأحد أسلم حتى يذهب إليه فإن كان ذا شرف ومنعة وجاه أخزاه وأنبه وتوعده بالخسارة في المال تهديد ده مين ده؟ ده 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 الشرف تمام فإن كان ضعيفا ضربه أو أغرى به على حسب برضو القانون والدستور القانون والدستور سمح له بيضرب ده؟ يضرب لا مش سمح له يدور مين اللي ينفع يضربه ومين اللي ينفع يتولاه فيذهب به فأبو جهل هذا كان يتولى تعذيب طبعا مواليه أو للناس أبو جهل كان يتولى تعذيب مواليه فكان يخرجهم إلى البطحاء البطحاء الساحة الحارة فأول من مات كان ياسر والد عمر لم يتحمل التعذيب وتبعه زوجه سمية ومما يروى في هذا أنه كان قد أفحش لها في القول أبو جهل طبعا التعذيب مش بس مادي ولكن أفحش لها في القول ولم تذكر الروايات ماذا قال لها ولكن يعني يمكن أن نتخيل أنه يعني إيه عارفين زي ما بيقولوا مثلا جهاد النكاح في ربعة يعني المسلسلات وهذه الأمور لأن الباطل حلقة واحدة فالرواية تقول أنه أفحش لها وأنها أفحشت له يعني هي كأنها أيضا لم تطق فردت عليه ردا لاذعا فطعنها بحربة في قبولها يعني في موضع عفتها فماتت من ذلك وكانت امرأة عجوزا وضعيفة وطبعا زي ما قلت لكم برضو القبيلة متمتعة بالسيادة محدش بيسأل اللي قتل ده قتل ليه ولا في حقوق إنسان هنا لا أبدا كل واحد بيقتل عبده ويقتل مولاه يضرب يعذب فاللهم صلى الله عليه وسلم محمد أنا أفلت مني يعني كنت أتكلم عن أبو جهل القصد آه نعم أنه واستشهد في هذا العذاب بعض الناس وكان أولهم عمار ثم سمية وأفلح أبو جهل فيما بعد مع سيدنا أصدي سياسر والد عمار ثم أفلح مع سيدنا عمار سيدنا سعيد بن جبير سيد التابعين كما يروي ابن هشام في السيرة يقول قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ما يعذرون به في ترك دينهم أو في يعني في الكلمة يعني فقال ابن عباس نعم والله إن كانوا لا يأخذون الرجل فيضربونه ويوجيعونه ويعطشونه حتى ما يستطيع أن يستوي جالسه حتى كانوا يقولون له ألا توالعزة إلهان من دون الله فيقول نعم ما يدري ما يقول حتى إذا مر بهم جعل يقولون هذا إلهك من دون الله فيقول نعم فالتعذيب الذي نزل بالصحابة تعذيب يعني أنهك قواهم يعني صار الرجل ما يستطيع أن يستوي جالسا وما يدري ما يقول فبلغوا في تعذيبهم ما يعذر به الرجل طيب هناك أيضا ما أريد أن أقوله هنا أنه هناك من أخبار هذه الفترة يا جماعة الخير ما لا نعرفه يعني كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفسا عزيزة فهو لم نعرف كل ما مر به لدرجة أن هناك حديث الحديث هذا ما زال حتى الآن يعني مشكل ورأيت إشكاله عند بعض العلماء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أذيت في الله ورأيته ورأيته وما يخاف أحد ولقد مرت علي ثلاثون ليلة ما لي فيها وَلِبِلَالْ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدْ إِلَّا شَيْءًا يُوَارِيهِ إِبْطُ يعني النبي يتحدث عن ثلاثين يوم في حياته لم يكن له شيء يأكله إلا الشيء الذي يستطيع بلال أن يهربه تحت إبطه طيب هذه الفترة متى لا نعرف أنا ظللت أبحث في هذا الحديث وأحاول أن أفهم يعني متى كان طيب أين كان أبو بكر أين كانت خديجة يعني ولا أعرف حتى وجدت الأمير الصنعاني في شرح الجامع يقول والله أعلم بالحكمة من ذكر بلال فهو برضو في إشكال هنا في الحديث وفي أي فترة كانت طبعا الحديث هذا رواه ترمذي وغيره وسنده حسن ولكن أنا آتي بهذا الحديث لكي أقول أنه ليست كل أخبار التعذيب معروفة حتى إن عذابا وقع بالنبي نحن لا ندري تفصيله حتى الآن تمام بقي كام على الإشاء يا شيخ لا هذا سنأتي له إن شاء الله في ذلك الوقت لكن هنا النبي يتحدث عن أمر مبكر يقول أذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت فيه وما يخاف أحد فأحنا نتكلم عن إيه؟ عن فترة مبكرة آه نعم نعم أو على الأقل هو بلال فأي شيء هذه الفترة فعلى كل حال يعني قصدت القول أنا ذكرت أن الأمير الصنعاني في شرح الجامعة الصغير يقول دعوني أنقل لكم النص يقول والله أعلم ما الحكمة في ذكر بلال دون خديجة وأولاده فإنه ما صحبه بلال إلا بعد خديجة وقد كانت خديجة ذات يسار فيعني الأمر هنا فيه إيه؟ فيه إشكال تمام؟ طيب على كل حال هنا ينبغي أن نتوقف أمام ثلاثة أسئلة السؤال الأول لماذا يلجأ الباطل إلى التعذيب؟ لماذا مثلا لا يلجأ إلى القتل؟ هذا السؤال السؤال الثاني لماذا يبتل المؤمنون ولماذا يتركهم الله يعذبون؟ وهذا السؤال الثاني والسؤال الثالث وماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على هذا العذاب؟ طيب شوي التركيز في الكلام اللي جيدة علشان كلام مهم نبدأ بالسؤال الأول لماذا يلجأ الباطل إلى التعذيب؟ طيب دلوقتي احنا قلنا أن كبير العائلة أو كبير القبيلة يملك أن يقتل عبده ولا يسأله أحد تمام؟ كما ينسب إلى لسان الدين بن الخطيب قوله الذي يتغزل فيه من ذا يعاتب سيدا في عبده تمام؟ صلوا على النبي الباطل يا جماعة الخير من طباعه الكبر من طباعه الكبر فخروج أحد عنه هو صفعة لكبرياء الباطل ولذلك صحيح يستطيع هذا الباطل أن يقتل هذا الخارج عنه يستطيع ولكن هذا الخارج عنه إذا مات أو إذا قتل فالقتل هذا في حقيقته هزيمة لهذا الباطل صح أو لا؟ فلذلك هو يلجأ للتعذيب لماذا؟ لكي يشهد الذي خرج عن الباطل أنه قد أذنب وأنه يرجع ويتوب يعني مثلا أقول لكم أشهر مثال كلكم أعرفينه الآن إسرائيل بقى لها كم سنة موجودة؟ سبعين سنة ما العقدة التي تطلب حتى الآن في أروقة المفاوضات وفي دهاليز السياسة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ما هي موجودة؟ موجودة صح أو لا؟ يعني دلوقتي أنا اعترفت بيها ولا ما اعترفتش بيها هذا يؤثر على وجودها شيئا؟ ما هي موجودة فعلا؟ ولكن لا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وفي البقاء وفي الأمان هو البند الأول عند أي حركة مقاومة أو حتى عند دولة يعني الآن نتنياهو محتفل جدا بالتطبيع وطبعا كان قبيل طفان الأقصى خلاص التطبيع سيكون مع السعودية وبعد السعودية سيكون بقية العالم العربي يعني هذا ما أوقف في طفان الأقصى لكنهم ينون إكماله لكن أنا الآن أحكي لك عن مسألة أن الباطل يؤرقه أنه يوجد من لا يعترف به رغم أن هذا الذي يعترف أو لا يعترف قد لا يؤثره في حقيقة الأمر على وجود الباطل صح أو لا؟ طيب أقول لكم مثال قديم أيضا مشهور ماشطة بنت فرعون ماشطة بنت فرعون يعني فرعون ده الذي كان يملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكان يقوم أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيره وكله أقول أمين الراجل ده لما سمع أن الكوافيرة بتاعت بنته آمنت بإله أشوف وقف عمل الدولة كده على جنب الدولة والإمبراط وقف عمل الدولة على جنب ورح تولى بنفسه تعذيب ما شطت بنته اللي هي أصلا مغمورة مجهولة لا يعرفها أحد ولا يسمع بها أحد يعني أنت دلوقتي فكرت في رئيس دولتك والرئيس أمريكا حتى من يعرف الكوافيرة بتاعت بنت بايدن يا جماعة طيب من فكر يعرفها طيب الكوافيرة بتاعت بنت بايدن لو لها رأي مخالف يعني ده من ياخد باله لا هو وقف أوقف عمل الدولة وأتى بها لترجعن أو لألقين أولادك في الزيت المغلي مش حتى سيلقيها هي لا سيلقي أولادها أمامها فالباطل من طبعيه الكبرياء أن يرى فرعون أن في واحدة في قصره لا تعتقد أنه إله هذا يدفعه لا إلى قتلها ولا إلى تعذيبها ولكن إلى إرجاعها أولا لتعترف بألوهيته وظل يلقي أولادها أمامها فعلا في الزيت المغلي وهذه طبعا درجة إيمان هائلة سبحان الله الواحد لا يكاد يتصورها أن أم ترى أولادها وهم يتفتتون أمامها في الزيت المغلي فألقى الأول والثاني والثالث حتى جاء للذي على كتفها الرضيع فانتزعوه منها فرقت فكرامة لها أنطق الله هذا الغلام هذا الصبي هذا الطفل يقول لها يا أمها اصبري فإنك على الحق وصبرها الله تبارك وتعالى وفعلا رأت موته ثم ألقاها فيه بس أنا الآن بكلمك في طبع الباطل في أنه يريد أن يستخلص من أهل الحق اعترافا به وبأنهم حين آمنوا بالحق إنما أخطأوا وأذنبوا ولذلك فرعون كان يضمن أن يستطيع أن يقتل السحرة ولكنه قال إيه ما قال لهم شا سأقتلكم لأعذبنكم لا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنا ولا رب موسى لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى طبعا الباطل الآن في زمننا هذا تطور وتفنن في الأمور التي يمكن أن يستخلص بها من أهل الحق هذا التراجع والاعتراف بالذنب وحقيقة الإنجليز من الموهوبين في هذا الباب الإنجليز هؤلاء أنا أقول لكم مثلا مثل من التاريخ المصري أحمد عرابي أحمد عرابي قام بثورة على الخديوي الخديوي توفيق قبله الخديوي إسماعيل هؤلاء كانوا أتباع الإنجليز وهذه الثورة كادت أن هي طبعا ثورة إسلامية وكادت أن تحرر مصر فجاء الإنجليز بجيوشهم ليحتلوا مصر للحفاظ على النظام الوطني زي كده الإيرانيين والروس لما ايه احتلوا سوريا للحفاظ على النظام الوطني طبعا وكله بالشرعية اتفاقية بين السيد الرئيس أو السيد الخديوي واحتلوا مصر والمهم يعني اعتقل أحمد عرابي الخديوي كان مصرا على قتله وحكمت عليه المحكمة بالإعدام الإنجليز أصروا على أن لا يقتل أصروا أن لا يقتل يعني الباطل اكتشف أنه السجن الطويل أفعل في النفوس من القتل السجن الطويل أفعل في النفوس من القتل أنت حين تقتل هذا المناضل يتحول من فوره إلى شهيد نعم إلى بطل شهيد لكن حين تسجنه سنين طويلة إن لم يتغير هو ويعترف أنه أخطأ فسينسى يعني قدامنا حاجة من اثنين إما هو صبر فينسى أو أنه إن هزم فيكون عبراه يشهد بنفسه على أنه قد أخطأ وأذنب هذا مبحث في موضوع الدولة الحديثة عند الفلاسفة يعتبر من أشهر من كتب فيه رجل فرنسي اسمه ميشيل فوكو لما يتكلم عن فلسفة السجن ولذلك يا جماعة الخير السجن الطويل هذا أشد من القتل والإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل بين يعني الرجل المقاتل لا أمل له في النجاح يقاتل أم يستأسر واحد بين أعداء ولا أمل له في النجاح فقال يقاتل الأسر شديد دي كلمة الإمام أحمد طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه فكوا العاني والإمام مالك كان يقول يجب على المسلمين فداء أسراهم ولو استغرق هذا كل بيت المال يعني لو ميزانية الدولة الإسلامية ستنتهي في سبيل إطلاق الأسر يجب عليهم أن ينفقوا كل أموالهم الأسر شديد والإمام أحمد يقول حين سئل عندنا أسرا وعند العدو أسرا من المسلمين هل يجوز مفاداتهم بالمال يعني لذلك أنا عندي أسرا من العدو والعدو عنده أسرا من المسلمين ينفع أطلب فداء أسرا العدو بالأموال قال لا هذا لا أحرفه طالما في أسرا مسلمين هناك فلا يجوز مفادات الأسرا بالمال لا بد من استنقاذ النفوس وهذا باب في الفقه جميل جدا ولكن يعني القاعدة الضابطة له التي تكررت أو ما في معناها من المستخلص إن الأموال دون النفوس فتهلك الأموال في سبيل استنقاذ النفوس السجن الطويل محنة شديدة 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 أشد من القتل أشد من القتل وكثير من الناس أثر فيهم السجن الطويل حتى نكسوا على أعقابهم مرة أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم كنت قبل أيام يعني زرت أحد الذين سجنوا ثلاثين سنة ولكنه لما خرج كان على العهد الأول والله يا جماعة الخير الإيمان الذي ينبثق إليك من مثل هذا الرجل أعظم من الذي تقرأه في الكتب والذي تسمعه من المشايخ أن تجد رجلا أمامك معنى الإيمان يتجسد واحد بعد ثلاثين سنة يستأنف عمله الدعوي بالحماس والإخلاص تمام فلماذا يلجأ الباطل إلى التعذيب؟ لأن الباطل من طبعه الكبر وهو يهتم ويحرص على أنه يستخلص من أهل الحق اعترافا بأنهم أذنبوا حين خرجوا عن هذا الحق طيب وذكرت لكم أن الباطل تطور لدرجة أنه الآن كثير من البلاد ألغت عقوبة واستبدلت القتل واستبدلتها به السجن مدى الحياة نعم حقيقة السجن شوف الله تبارك وتعالى جعل السجن مرادفا للطغيان جعل السجن مرادفا للطغيان نحن عندنا في مصر نحن مصر مشهورة بالسجون تمام؟ نحن أقدم سجني في التاريخ كان عندنا افتكر أخ سوداني مشهورة هذه أخ سوداني سجن في مصر أولئا هو كان رايح يجاهتي فلسطين تقريبا هو فكر نفسه معدي على بلد إسلامية فطبعا عذب وسجن فكان يقول يعني إيه اللي جابك هنا يا عيسى دول سجنوا يوسف يا عيسى السجن علامة الطغيان لأن السجن يا جماعة دليل على قوة السلطة الدول الدول اللي الحكم فيها متوازن ومتوازي ما فيهاش عقوبات سجن فيها عقوبات قتل تمام؟ لكن الدولة كلما كانت طاغية كلما أمكنها أن تسجن لأن انت لما بتاخد واحد وتسجنه ده دليل على قوة الدولة في أنه إيه آه أنا خدت هذا المواطن وسجنته وهو موجود في السجن ده واللي يقدر يروح يعمل حاجات فضل ولذلك لما أرادت امرأة العزيز أن تكسر يوسف قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن ثم كانت تقدر تقول إلا أن يقتلى لكن لا ما الذي يكسر النفس سجن لا أن يسجن أو عذاب أليم قال لإن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين هذا كلام فرعون سنة موسى لأجعلنك من ثم كان يقدر يقول من المقتولين المهم فالسجن علامة على الطغيان وهو الآن أداة الباطل في كسر نفوس أهل الحق فأنا ذكرت لكم أن هذا مبحث طويل في مسألة الدولة الحديثة وكتب فيه الفلاسفة مما لا نستطيع الآن أن نفصل فيه تمام ولكن يعني من أراد أن يعني يرى في هذا فهناك كتاب المعاقبة والمراقبة المشيل فوق فكان طيب بص يعني بلاش أدخل في هذا السبيل لأنه سيستهلك منا وقتا ولكن يعني المهم الإجابة عرفت بمثل هذا ناتي للسؤال الثاني وهو لماذا يبتلي الله المؤمنين لماذا يبتلي الله المؤمنين ولماذا يتركهم يعذبون طيب طيب إذن نستكمل إن شاء الله في المجلس القادم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته